تبقى شوارعها نظيفة زي ما كانت زمان لما كنت بتشوف في الافلام وفي الطرق الجمال الطبيعة حتى في الافلام القديمة النهاردة بتيجي سائحة من بره تلم طفي السجاير من منطقة سياحية وتلم الزبالة والله دي شارع من شوارع القاهرة اهو نظيفة حلوة مش كده ولا ايه كان فيها الله 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 قاهرة ايام العز والرز بيقولك بيغسلوا الشوارع بالمية والصابون ده عبدالرزاق الشايجي ده استاذ في كلية الشريعة في الكويت وراجل شخصية محترمة اظن اخوه عبدالله الشايجي برضو راجل محترم استاذ في العلوم السياسية وراجل رصين في التفكير دي سائحة فرنسية معلم بتجمع الزبالة من نيل الاقصر لان العساكر مش فاضيين العساكر ولا الزباط ولا الحي مش فاضيين الستة دي لما تروحوا بتجمع الزبالة دي هتروح تقول لهم مصر نظيفة اوى الله نظيفة قاوي 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 ده شاطئ بورفؤاد ويا جمالك يا مصر تقول لي والمواطن هيعمل ايه وراح فين المواطن منطقة قاهر المواطن ما انت موت المواطن وبعدين ما انت عامل عقود ده عند المتحف في المصر يا بيه وسط القاهرة يا بيه ها? وهو بيقول لك محافظ القاهرة في البلالة انت لو المواطن بيحب البلد لو انت بتحبه هيحب البلد ولو المواطن اللي انت بتعمل عقود زبالة بالملايين والمليارات وياخدها اللي وقات في الاحياء لو المواطن هو اللي موجود في الاحياء جاي بانتخابات كان عارف يحافظ على بلد ويتلحها حلوة نظيفة زي ما كانت زمان كده انما انت نفيت المواطن داخل وطنه. وما خلتلوش اي قيمة. وعلمته انه امشي جوه الحيط مش جنب الحيط. وانه العسكر بيفهم احسن منك. والحكومة بتعرف كل حاجة. وان الخاونة هم اللي بيقولوا حرية وعدالة. وانه المواطنيين هم اللي بيبيعوا الجزر. وهم اللي بيجدبوا. هم اللي بيقول لك هنبني مليون وحدة سكنية اقتصادية. اوعى تنسى. اوعى تنسى وعد السيسي ليك. مليون وحدة سكنية. فاربع سنين ما تبنتش. الف سنتين ما تبنتش مليون وحدة سكنية. فكرك بالسيسي. الجنرال. قال لك هبني. وبعدين. حتى لما جيه يبني وبنى شوية. الوحدة السكنية من ربعمية وتمانين الف. لستمائة الف جنيه. عشان خاطر المواطنة بسيط.